على الازدحام الشديد الذي تشهده محافظة مأرب والكثافة السكانية بسبب نزوح الكثيرين إليها إما هربا من بطش الميليشيا الحوثية أو بحثا عن فرص عمل تتصدر مشكلة المياه والحصول عليها لدى كثير من المواطنين الذين يقطنون المدينة انتشرت في محافظة محطات المياه الكوثر بشكل كبير وواسع مما أدى إلى يعني العديد من هذه المحطات أصبحت عشوائية والمهم أن يكون لدى كل محطة مختص كيميائي من أجل أن يتناول المواطن مياه صالحة للشرب ومياه صحية ونقية مكتب التجارة والصناعة يقوم بواجب كبير ويقوم بمهام كبيرة نلمسها نحن كمواطنين في الشارع بمحافظة مأرب لكن كثرة هذه المحطات أدت إلى انتشار العديد من المياه غير النقية ما يقارب من خمسين محطة تنقية للمياه وثلاثة مصانع تعمل في المحافظة حسب مدير المنشآت وضبط الجودة بمكتب الصناعة والتجارة بمأرب حيث أكد أن المكتب يقوم بفحوصات دورية لتلك المحطات للتأكد من سلامة المياه التي تقوم بتنقيتها بالنسبة للمتابعة في السوق طبعا وجدنا مخالفات كثيرة خاصة في الفترة الأولى منذ بدأة الإدارة بعملها في المنشآت الصناعية في البداية وجدنا أغلقنا تسع محطات لمنتجاتها كانت غير مطابقة للمواصفات ثم استكملت المحطات هذه إجراءاتها عدى ثنتين محطات ما زالت مغلقة حتى الآن في الفترة الأولى في الفترة الثانية أغلقت خمس محطات على نفس الطريقة والتي كانت تنتج مياه غير مطابقة للمواصفات منها من كانت نسبة الأملح عندها قليل جدا وذلك لعدم خبرة الفنيين الذي يقوم بضبط الجودة والقايم على تشغيل هذه مثلا المصانع أو محطات مياه مواطنون يقولون إن تزايد أعداد محطات ومصانع المياه دون تصاريح من الجهات المختصة ومراقبة وفحص دوري لها يساعد على انتشار محطات مياه لا تعمل حسب المواصفات والمعايير الصحية لتنقية المياه وهو ما يعود سلبا على صحة الناس خصوصا مع انتشار الأمراض خلال الفترة الأخيرة ويأملون من الجهات المختصة تكثيف جهودها في الرقابة والضبط حتى يحصلون على مياه شرب نقية تجنبهم الكثير من الأمراض يعني الماء هو أساس الحياة فلذلك لازم أن يكون حسب مواصفات تمام يعني اللي نطلب من الجهات المختصة مثلا أو الجهات اللي تتابع هذا الشيء إنه تضبط هذه الأشياء يعني تعمل نزلات أو حملات للمؤسسات أو يعني للجهات اللي تقوم بإنتاج الماء تمام وتقييمه من خلال الناس مختصين بهذا المقال خالص كثيرون إلى أن الحل يكون بتوفير شبكة طارئة تلبي احتياجات العدد الكبير من سكان المدينة حتى لا يكون عرضة للأمراض والأوبئة المنتشرة عبر المياه الملوثة مع التزايد الكبير لمحطات ومصانع المياه في محافظة مأرب يأمل المواطنون من الجهات المعنية أن تكثف جودها في مراقبة هذه المحطات والمصانع كي يحصلوا على مياه صالحة للشرب خليل المليكي سهيل مأرب